اشتركوا في القناة نسميها تلك المحاولة والمحاولات التي تبذلها كل قوى السلطة وقبلهم ايران وامريك وكل الدول الاقرامية ومعها الدول العربية والقوى العالمية دول العالمية يريدون ان يقنعون المواطن العراقي يريدون ان يقنعون من هم في الخارج ودول العالم وشعوب الدنيا كل المنظمات ان في العراق دولة وهذه يعني واحدة من النكات الكبيرة امريكا تعرف انها نكتة لكنها تضحك بها على من يحكمون العراق وتصور لهم ان الحال هو هكذا هي تريد هذه السلطة التي تدمر العراق وتخرب العراق وتجعله ضعيفا وهذه غاية ايران ايضا لذلك التقت ايران وامريكا في التخادم بهذا الهدف ان يبقى العراق ضعيفا وان نشر الميليشيات والخراب والفرقة والطائفية والفكر ومجيء هؤلاء الجهلة لحكم العراق هذا كل جزء من مخطط لقي يبقى العراق ضعيفا وهذه السرقة والفساد والخراب والدمار هذا كل جزء من هذا اقول هذا لانه من يريد ان يقول الناس ان نحن دولة عليها ان يثبت ذلك عمليا يعني بدون ان يقول هو نحن دولة الشعب يقتنى ان هناك دولة عندما القوانين تطبق عندما الكل يحترم القانون عندما الكل تكون هناك ضوابط تكون هناك تنمية يكون هناك احترام لحقوق الانسان يكون هناك هيبة للدولة وقوية للدولة وحدودها مصانة وجيش جيش جيش وطن وليس جيش سلطة جيش شعب وليس جيش سلطة جيش احزاب وميليشيات ومعرف منه والوظيفة تكليف وليس تكريم وليس منحة تعطيها لأي ميشاء من الاحزاب لكي ترضيها وعندما تكون هناك تجارة وزراعة واقتصاد محترم ورفاهية والناس تحترمك وجوازك بيدك وانما تروح الناس تعظف لك وتحترمك هذا كل جزء كله يصب في مصلحة يكون في داخل المواطن وفي عقله وفي عقل كل الناس ان هناك دولة اسمها العراق وحن نفتقدها الحقيقة منذ 2003 لحد لأنا سأقول لكم لماذا سأعطي مثالا واحد وهو اللي سأتحدث بهذا اليوم قبل أيام والكل شاهدوا كل المتابعين واغلب العراقين واغلب الناس يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك كتاب يحمل درجة كتاب سري وشخصي ويفتح بالذات بمعنى ان هذا الكتاب تداولة محدود سري وشخصي ويفتح بالذات تداولة محدود لا أحد يطلع عليه به أسرار للدولة وكل دولة بالدنيا لديها أسرار كل مؤسسات الدولة لديها أسرار وهذا جزء من وظيفتها هذا لا يعني هذا محترم فيه لأن هناك قوانين هناك ضوابط هناك انتزامات لأن هناك سياقات يعمل بها لكن انتجت هذا الكتاب على وصائل التواصل الاجتماعي بعد يومين احتلاطة من الصدورة هذه موضحك هذه ليست الدولة هاي سوق هرج الكتاب صادر موجه من رئاسة أركان الجيش من أمانة السر العام وهذه يخلوا جوها مليوم الخط أمانة السر العام في رئاسة أركان الجيش ربما يقولون هسه مزور يجوز يقولون بس ما هو مزور واضح كل الدنيا تأكدت من عنده ومكاتب كثيرة تأكدت من عنده صحيح ومن مكتب الأمين العام يعني الأمين العام لأمانة السر العام في رئاسة أركان الجيش هذا موجه هذا للقوات العسكرية القوات الأمنية هم استشعروا أن هناك يجب أن يتخذ العراق إجراءات دفاعية استعدادا لحرب محتملة في المنطقة ما يحدث في غزة وما يحدث ربما تحدث حرب والعراق يكون في داخله والميليشيات تهدي فالكتاب موجهي هذا السري وشخصي ويفتح بالذات يعني يفتح بالذات شونه يفتح من رأساء الدوائر فقط يعني مو أي ضابط مو أي موظف لا لا رئيس الدائرة فقط وهذا يحتفظ به نفسه ويوجه من خلاله الكتاب موجه إلى قيادة العمليات المشتركة إلى الدائرة القانونية دائرة الادعاء العام العسكري مديرة الاستخبارات مديرة العلام والتوجيه المعنى ومديرة الفحص والقبول مديرة العلاقات والشؤون العامة مديرة الرقابة والتدقيق مديرة التقنية والرقابة الرقمية أمين السر العمليات أمين السر العام هذا كتاب مخيف يتحدث طبعا عن انتشار وتفتيش ورقابة وإدامة وحركة لبعض القطعات وتأمينها وصيانة ونشر بعض الجسم القوى والفرق العسكرية وحمايتها وشلون الحماية والقوات والانذار وكل هذا في هذا الكتاب اللي تاريخ يوم 28-10-2023 هذا الكتاب السري والشخصي ويفتح بالذات وإذا به منشور على وسالة التواصل الاجتماعي طيب من وصله إلى وسالة التواصل الاجتماعي؟ هذا لا يدل على أنه ليس هناك دولة في العراق لو كانت هناك دولة في العراق على الأقل كتاب مثل هذا كتاب سري وشخصي وبهذه الطريقة هم مكاتبين عليه درجته سري وشخصي ويفتح بالذات تلقى على وسالة التواصل الاجتماعي لكل تقرأ وتشوف وانا من الناس شفته قرأته كل الناس شاهدت القرأته وهو موجه لكل هؤلاء وشلون حركة هذا مضحك مضحك ومبكي في نفس الوقت نعم لكل دولة في الدنيا أسرارها لكن عندما تكون هناك دولة عندما لا تكون هناك دولة ماكو أسرار والعراق شن الأسرار اللي موجودة إيران متحكمة بيتعرف كل أسرارها أمريكا متحكمة بيتعرف كل أسرار ميشيات متحكمة بيتعرف كل أسرار الأحزاب هذه المتنفذة التي ترتبط به كل من يخطر في بالك ترتبط به هي مرترطة به ويتعرف بكل أسراره وين الأسرار للعراق؟ ما عنده أسرار فبالتالي سري وشخصي والتحب الذات شلوها لهذه الكلمة وصدروا كتبكم الآن من نوادي على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه ماكو أسرار في العراق هذا واقع الحال لأنه ماكو دولة لأنه ماكو دولة مايحدث هذا وماينش رهيش كتاب على وسائل التواصل الاجتماعي مايخرج هذا الكتاب للعلن لاحد يزعل لاحد يزعل ويقول هذا كلام هذا واقع الحال هكذا موجود هل هذا موجود لم هو موجود يعني أنتم تريدون تصححون مساركم لو تقوم بهذا الشكل لأنه هذا هو المطلوب منكم عندما تكون الوظيفة تشترى بالفلوس عندما الأحزاب تعين من تعينه هنا وهنا والوزارات في مزايدات الطائفية والقومية عندما الوظيفة مصدر رزق ومصدر ثراء ومصدر رشوة هذه النتيجة هذه النتيجة عندما يكون الجيش مو جيش الشعاب وجيش أحزاب وتابع لهذه السلطة ويخاف من الميشيات ويخاف يتحرك نعم كل هذا يحدث هذا يحدث وتحدث مثل هذه والكتاب السري والشخصي ويختح بالذات ليس له داعي وليس له موجب في مكان لا توجد فيه دولة في إطار لا يسمى دولة عندما تكون هناك دولة يكون هناك ضوارط وقوانين واحترام للإنسان واحترام للمواطن وسيادتك مصانة واستقلالك مصان وجيشك ثابت وهو جيش الشعب ومو جيش السلطة يكون اقتصادك بيدك مجتمعك مترفة دراستك ومدارسك وجامعاتك تنتج أجيال متعلمة تفيد وتخدم وتدخل بالتنمية وتنمي البلد وتطوره عندما مستشفياتك تعالج كل أمراضك عندما ما عندك بطالة وما عندك فقر وأنت بلد غني تستفيد من ثرواتك لخدمة بلدك والتنمية والازدهار عندما تنافس الدول في ازدهارك وفي جمالك وفي رقيك ذاك الوقت تسوي كتب سرية وشخصية وتفتح بالذات ولن تخرج هذه الكتب إلى وسائل التواصل الاجتماعي ولا إلى الشخص الذي يؤشرون أنه تصل إليه ستصل إليه فقط ولا تصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي مع الأسف أنه لا أسرار في العراق لأن الدولة مكشوفة ما ماكو دولة حقيقة لأن البلد مكشوف حقيقة والكل يفعل به ما يريد ومع الأسف الشديد هذا العراق الجميل الرائع بشعب الرائع بهذه الطريقة يصير حاله مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم